عبرة قصص وعبر واقعية العائلة وسر الحديقة الصغيرة كان يمكان في قديم الزمان وفي أرض بعيدة كان هناك قرية صغيرة تعيش فيها عائلة مسكينة كان الزوج والزوجة يعملان بجد لكسب لقمة العيش وتأمين احتياجات أبنائهم الثلاثة لكنهما كانا محبطان ويائسان من ضيق الحياة وقلة الموارد كان الأطفال دائما يراقبون والديهم يعملان بجد ويتعبان من أجلهم في يوم ما قرر الأطفال أن يقدموا هدية لوالديهم تعبروا عن حبهم وامتنانهم لهما وتساعدهما على الفرح والشعور بالتفاؤل فقرروا أن يزرعوا حديقة صغيرة في الفناء الخلفي للمنزل بدأوا بالحفر والري وزراعة البذور وقاموا برعاية النباتات بعناية وأحبوها بكل قلوبهم مرت الأيام ونمت النباتات وأزهرت كانت الحديقة جميلة وملئة بالألوان والحياة عندما شاهد الوالدان الحديقة انبهروا بجمالها وبذلك الجهد الذي بدله أطفالهم وشعروا بالفخر والسعادة العميقة بثت تلك الحديقة في نفس الوالدين روح الأمل والتفاؤل وتعلموا أنه حين يجتمع الجهد والتفاني مع الأمل والتفاؤل يمكن أن يحقق المرء أشياء رائعة كانت تلك الحديقة بمثابة برهان لهما على أنهما قادران على تحقيق الأشياء الجميلة في حياتهما سواء كان ذلك ببناء أسرة سعيدة أو بتحقيق أحلامهم المستقبلية وبأن النعم التي رزقنا الله بها لا تعد ولا تحصى ومنذ ذلك الحين عاشت العائلة بسعادة وسلام وكان لديها ثقة في الله وفي قدرتها على تحقيق أي شيء ترغب فيه وكان أفراد هذه العائلة كلما ضاق بهم الحال يتذكرون قصة الحديقة الصغيرة وكيف أن الأشياء الصغيرة يمكن أن تحمل أكبر المعاني والفائدة فالجهد والتفاني والاهتمام بالتفاصيل الصغيرة قد يكون لهم تأثير كبير في حياة الأشخاص والذين بدورهم سيصنعون فرقا في العالم من حولهم